دكتور محمود داغر ورحب بك مرة أخرى ضيفا من بغداد شنو رأيك بالكلام اللي يتفضل بالدكتور همام الشمع يعني الاستمرار بسياسة الاقتراض سواء كان داخلي وهو يراه أشد خطورة مع سياسة الاقتراض الخارجي الذي سوف يحمل الأعباء المالية على الأجيال المستقبلية كلهما خطران احنا جاي نهدد البنية الاقتصادية ان كانت موجودة لكن ممكن احد يقول لك شنو البديل بسم الله الرحمن الرحيم تقديري للمشاهدين وتقديري لك ولأساتفتي الدكتور همام الشمع والدكتور بارق شبر لا شك هذا الاتجاه لزيادة حجم المديونية على العراق هو اتجاه خطر وهو اتجاه يزيد من الأعباء اللي راح تترتب على الأجيال المختلفة أنا معارض لهذا النهم الكبير للاقتراض والتي تميزت به الحكومة الجديدة ممثلة بوزارة ماليتها اعتبارا من شهر ستة من عام 2020 وازدادت المديونية الداخلية بحدوة 27 تريليون علما ان هناك تريليونين بشهر الثالث ايضا كانت حكومة تصريف الاعمال قد اقترضتها وبالتالي فنحن مع الدين السابق البالغ 36 تريليون قد تجاوزنا الستين تريليون دين داخلي هذا الدين كمية وفوائدا سيترتب على الأجيال الأخرى مشاكل زائدا هذا الدين والدين المزمع الحصول عليه داخليا خلال مشروع الموازنة 2021 والبالغ 47 سيجعل الدين الداخلي اكثر من 100 تريليون وبالتالي هذا الحجم الكبير لا سيما انها جميعا حوالات مخصومة اي حوالات خزانة يقوم البنك المركزي بخصمها ومثل هذا يهدد الكتلة النقدية ويوسع من عرض النقود بشكل منفلت لان الحوالة المخصومة هو اصدار نقدي جديد هذا اذا ما اضيف اليه لغاية الان نحن مكبلين ب 27 مليار دولار دين خارجي مسجل واذا بنا نسمع الى ان وزارة المالية تريد قرض طوارئ باعتقادي قرض الطوارئ سوف لن يزيد عن مليارين دولار دولار وهذا ممكن يستخدم لسد عجز مو ستة مليار لا الستة مليار رح يصير عليها حوار الهاي الاس بي اي الستاند باي اجريمنت فهاي ايضا رح تجي وبالتالي نحن مقبلين هذا يعني على مديونية كبيرة لا طاقة للاقتصاد العراقي في ظل تراجع اسعار النفط احنا احنا مجبرين بس اكو سؤال استاذ محمود بس عفوا المواطن يسأل احنا مجبرين على هذا القرض لو ما مجبرين عندما اقول نحن لسنا بمجبرين على اي شيء هذا خيار وطني يعني لا احد اخاف احد يقول لك انه صندوق النقد الدولي يجبرنا وفلان يجبرنا لا القرار قرارنا وهو قرار مالي وايضا خلفه خلفية سياسية لان وزارة المالية تنفذ او هي ذراع المالي للسلطة التنفيذية احنا خفضنا قيمة الدينار العراقي بما يقارب 23% انه بدخلنا وبشكل متناقض مع التخفيض بدخلنا الى موازنة 163 تريليون دينار عراقي وبحجم دين يقارب الواحد او بحجم عجز يقارب 71 انا اؤمن ويمكن اتناغم مع الذين يطرحون انها موازنة اي انها تقديرات قد تتحقق او قد لا تتحقق ولكن الموازنة يجب ان تكون تقديراتها اقرب الى الدقة هناك مبالغة واعتقد الاساتذة الافاضل اللي معي كلاهما يؤمنان بان الموازنة غير منضبطة لا سيما ان وزارة المالية وقعت في فخين فخ بالشهر السادس طلبت 60 مجلس النواب انطهخ 15 رجعت بالشهر لدعش طلبت 40 تقريبا تريليون انطهخ 12 لكن مجلس النواب والادارة السياسية مرت مرور الكرام على مثل هذه المثالب انا رح ارى هذه الافخاف الان الان